موسيقى حقيقة الجغرافية جعلت من العلاقة حتمية ومنذ بدء التاريخ في تشكل الدول الحديثة إلى الآن الدول على ذات المستوى من العمق في التعاون على مستوى الحكومات وعلى مستوى أيضا الشعوب فالمشارك المصالح الاقتصادية مشتركة الأهداف المستقبلية مشتركة نحن كشعب سعودي وبحريني ننحدر من جذور واحدة كثير مننا ينحدر إلى ذات القبيلة أو ذات العشيرة حتى مسمياتنا إلى المناطق تتشابه ما بين البحرين والسعودية في بعض المناطق بيننا كثير من الموروث الديني والتاريخي والاجتماعي والعادات والتقاليد الأعراف الملابس واحدة فهذا يعزز من العلاقة على مدى هذا التاريخ نعم دكتورة هناك مواقف كثيرة ومشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا المختلفة إقليميا ودوليا دعينا نتحدث أكثر عن هذا الجامل المستوى الإقليمي المملكة العربية السعودية كانت المضلة الأولى لمجلس تعاون دول خليج العربي منذ تأسيسها 1980 والمملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة بين دول خليج العربي المنفتحة حدوديا بشكل مباشر على كل دول الخليج هذا يمنحها ميزة ولديها كتلة بشرية مرتفعة ومورد الاقتصادي الأعلى تقريبا في العالم فهذا يعطيها ثقل المضلة ولأن المملكة العربية السعودية تطورت على مستوى القيادة إلى المستوى الأقليمي عن طريق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية وإحنا أكبر مثل في التاريخ إلى قيادة المملكة العربية السعودية أقليميا دورها في تحرير الكويت يعني كان كل شعوب العربية والخليجيين تحديدا ينظرون إلى السعودية كمبادر أول لم يكن هذه المسؤولية ممكن أن تلقى على عتاق أي من الدول الأخرى الجوار وهذا مؤشر على أهمية المملكة العربية السعودية أقليميا حقيقة المملكة الآن أخذت دورها عالميا فهي تمثل التوجهات العربية على مستوى الاقتصاد الدفاعات الأمنية التنمية والمظاهر التي نراها الآن في السعودية هي بادرة على التغيير الكبير الذي يجتمل كل مناحي المملكة العربية السعودية نعم الدكتورة شرف مزعل أستاذ التاريخ بجامعة البحرين شكرا جزيلا لك أحلى وسهلا شكرا جزيلا